هاي جماعة رابط كونو كويسين اهلا بيكو خلونا نتكلم عن الاسبواء او الويك اند دي وايه اكتر الابراج المحظوظة في هزي الويك اند مين الابراج اللي اتخلي بالها ونصائح وتخديرات الابراج كتير جدا جدا طيب قبل ما ابتدي في الفيديو احب اقولوكو ويك اند سعيدة وف مصر بقى احنا عندنا بقى يوم الحد ووركينج فروم هوم في شهر اغسطش عشان نولد ونقلل استهلاك الكهربا كده فعندنا بقى ايه بصوا بقى يعني جامع وثبت وحد فاستغلوا للوقت ده ان انتوا تعملوا اكتيفتيز وان انتوا تسافروا ان انتوا تقضوا وقت حلو مع الفاميلي في اجازة سعيدة ان شاء الله بإذن الله ويقولولي بقى مين بيبقى يوم الحد اجازة عطاكت مين بيبقى عنده حد اجازة ومين عنده حد شغل لان احنا بقى لسه ان ايجيب نيو كامر كده لسه دخلين في علم لسه دخلين كده في حتة الاجازة بتاعت يوم الحد دي طيب الويك اند النهاردة الخميس اقولولي بقى تحبوا تعملوا ايه في الويك اند النهاردة انا واخوتي قررنا ان احنا نروح فيلم اقولولي بقى الافلام السينما الحلوة يعني هندخل ميدنايت سينما انا لسه مدخلتش بيت الروبي في اختي عايزة برضو تدخل فيلم بتاع مستر اكس فاقولولي الناس اللي دخلت السينما عجبكوا اكتر مستر اكس ولا بيت الروبي عشان احنا هزيتيتت كده محترينش فيه طيب يا جماعة انا عاملة قناة جديدة او صفحة جديدة انا هبقى بساعدكو يعني صفحة دي هتبقى زي بسابورت صفحة جديدة صفحة دي هتبقى مسؤولة عن بيع وشرب يعني يعني الناس دي بتاخد يبيع ويشتري حاجات في خلال كومشن في الحاجات المستعملة بتاعتكو عربيات بقى بيوت شقق شليهات فساتين صوري يعني تول بي جود يعني وانا هساب لكم اللينك في اول كومنت دخلوا شفوها عملوا لها فولو اي حد عايز يعلن فيها بيبعت المسج وحد هيتجاوب عليه بالتفاصيل فاي سابورت ديست شانل يعني انا حاسن هي حاجه حلوى يعني طيب تعالوا بقى ويا جماعة حاجز استشاره خاصه اقراء خاصة ابعتوا على الإيميل بتاعي هاوزويكند النهاردة اخر يوم الامر موجود فيه في برج الجوزاء امر الجوزاء بعد كده من اول بكرة ساري ساري النهاردة هو النهاردة كام يا جماعة استنوا كده مباشوف النهاردة 10 ولا 11 قروري استنوا 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 النهاردة 10 ام 11 10 ولا 11 عشرة مبارح كان تسعة ولا تمانية النهاردة عشرة ولا تسعة ولا اختاشر النهاردة الخميس شكرا يا أستاذ فتحي عشرة النهاردة وبكرة الأمر لسه موجود في برج الجوزاء بس بكرة بالليل الأمر هتنال لبرج السرطان فأمر الجوزاء بيدعم الأبراج النارية الأبراج النارية هم مين والأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والدلو والجوزاء والدلو وميزان النهاردة انتوا الأبراج الأكثر حظة وكمان بكرة بس بكرة آخر النهار بالليل يعني الأمر هيتنقل لبرج السرطان فمن أول بعد بكرة من أول يوم 12 و13 الأمر هيكون في برج سبت وحد الأمر موجود في برج السرطان فهيدعم الأبراج المائية السرطان العقرب الحوت معاهم كمان فأنتوا من الأبراج اللي طاقتها حلوة قوية حمل النهاردة بابل نيجي بقى على يوم السبت والحد اللي هم 12 و13 احضر شوية ممكن نحاس بقى ان ايه في مشاكل كده في قيلة وقال في إشاعات في حد ممكن يقولك انت عملت وانت سوت وانت روحت وانت جيت فيه لغط كتير في الكلام فيه معدبة فيه محاسبة فيه حد يقولك انت لزاي تعمل كده انت ليه عملت كده فشوية اللي هو عارفين فايتس كده ما لهاش لازمة فتذكر شوية برج الحمد نيجي بعد كده البرج التور النهاردة وبكرة برج التور شوية ان انت تحس ان انت زحمة متقزم يعني ايه مش متزهقا شوية مخنوق شوية حاس بواحدة حاس انت عندك شغل كتير عندك حركة كتير مطلوب منك حاجات كتيرة في وقت قليل بتحس ان انت مش قادر كده مش عايز تكلم مع حد مخنوق كده شوية بس انت يا برج التور افضل بكتير جدا من سبت وحد سبت وحد بقى عندك اخبار حلوة بتسمع كومبريموهات كتير شكلك حلو بتعمل حاجة بتأثر على شكلك بتعمل دايت شكلك متغير ناس اكتكولاتا بتقول لك الله يقول لك بيوتفل هتسمع الكلمة دي عندك فلوس بتجيلك فانت من الابراج الاكتر حظم يبقى اضطر النهاردة وبكرة عدي يا ليلة عارفينوا قونية عدي يا ليلة يلا عدي يا ليلة هو مري اوام اه طيب قولوني يا جبعة بتتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه ويتحبوا نتكلم عن ابراج ايه وتحبوا نتكلم عن ايه ندخل بعد كده على برج القوس اه سوري برج القوس برج الجوزاء الجوزاء انت النهاردة وبكرة ملك من ملوك الحظ تقتك حلو موسوط فرحان بتقضي وقت حلو بتستمتع بوقتك بتخرج خروجة حلوة بتاكل اكل حلوة بتسمع كلمة حلوة فانت من ملوك الحظ النهاردة وبكرة استغلوا اليومين دولة لمصلحتكو يا برج الجوزاء عندك مشاعر حب حد بيقولك اعتراف بالحب عندك مصالحات عندك انتشار شهرة فانت من الابراج المحظوظة وتقتها حلوة جدا فاستغلوا اليومين دولة بعد كده تخلي بالكم من السبت والحاد ممكن شوية تحسوا بقى ان انت مش قادر متكسل مخنوق حركة كتير عندك صفر بتسترس كده مضغوط حد بيزعقلك مشاكل عصبية اه you are out of the mood فتكر شوية برج الجوزاء خلي بالكم شوية ممكن تحسوا ان انتو متضايقين مخنوقين مش احسن حاجة في الدولة نيجي على الكنسر انت النهاردة وبكرة كانسر تعبان تعبان صحين تعبان نفسين تعبان جسديا مش قادر تتكلم باسترس وضغطه مش مشاكل مشاكل مع العيلة مشاكل مع الشغل بتسمع حد يقنبك حد بيلومك فاحذروا الطاقة وحاولوا ان انتو تريحوا بلاش مشاكل بلاش تصعيد امور بلاش حوارات انتو طبعا ملوك الحظ من يوم السابت اللي هو 12 و 13 اللي هو امر هيكون في بيتك في عقر دارك يا برج السرطان فبيديك طاقة بديك حيوية مديرك بيسقفلك حد بيدعمك عندك شهرة عندك انتشار عندك كلام حلو بتسمعه فانت مالك من ملوك الحظ نيجي بعد كده على برج الاسد النهاردة وبكرة يا برج الاسد انت من اكتر الابراج المحظوظة بتقضي وقت حلو مع البرتنير بتاعك مع العيلة عندك لمة عيلة بتستمتع يومين حلوين جدا يومين مدعوين جدا سابت وحد كن بقى قعد ساكت كده وقعد خد لك جنب وخد لك ساتر بلاش تعمل نقاشات بلاش تعمل يعني انت 2 و 3 اللي هو 14 و 15 و 16 انت الافضل لان فيه ولادة امر جديد في بيتك انت يا برج الاسد فيعني عدي يومين اللي هما 13 و 14 دول بسرعة كده اللي هو مش عايزين تكلم مش عايزين تخنق مش عايزين حوارات ممكن حد يقولك انت عملت كذا وبرضو عندك طاقة لمعتاب مشكلة مع البرتنر بتاعك بس انتو فيه ولادة امر جديد يا جماعة يوم 16 يعني يوم 16 فيه ولادة امر جديد انت افضل بكتير جدا في الوتوقيت ده قلولي يا جماعة بتتبعوني من مدينة ايه وانتو برج ايه ولو بتحبوا اعملوا لايك لو بتتبعوني من جمس او لاف ولو اي حد حابب يستجز استشارة خاصة معي عن علم الطاقة او علم الابراج او ريليشنشيبس يا جماعة يبعتوا على ايميل بتاعي وانوف ماي تيم هيرد عليك نيجي بعد كده على فيرجو اه يا انا يا فيرجو اه اه يا فيرجو برجي بقى العزراء النهاردة وبكرة تحس انت مضغوطش وقت تحس ان انت مخنوق مش قادر كده فيه طاقة كسل فيه طاقة عتاب ولوم وحد قال لك انت مش عمل انت ليه بتعمل كده اه زعل خصام اه متدايق نفسهم مش حلوة فيه بطاقة خصام مع الحبيب زعل مع الحبيب بطاقة سقطك في نفسك مهزوزة اه بلك مشغول بتفكر في حاجات كتيرة بس انت افضل وافضل بكتير جدا جدا من يوم اه تلاتاشر واربعتاشر لان الامر موجود في برج السرطان صديق ليك بتحس ان انت عندك يوم حلو بتقضي يوم حلو عندك شهرة عندك عندك طاقة جميلة عندك ناس بتسقف لك شكلك حلو بتسمع كلمات اطراء بتسمع كلمات حلوة فمن اجمل ايامك يا برج العزراء واللي حاول تشتغل على اليومين دولت وتستغل لهم لمصلحتك كتير قولولي يا جماعات حابوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر اغسطس هديكو options برج اختار برج الجدي برج الجدي برج الجوزاء برج القوس برج المين تاني يتبعوا الدوروب واللي يا جماعة التابعوني علي انيستجرام باينيستجرام من الفيسبوك من الفيسبوك من الفيسبوك ومن الفيسبوك وحسب لكمojinterest ندخل بعد كده على برج إحنا خلصنا العزراء العزراء بقى دعولي كده يا جماعة عندي يوم السبت صحيح يوم السبت انترفيو على قناة تان مع فنانة داشخ ومصطفى في برنامج بنت البلد الساعة خمسة فقرة عن الأبراج وتابعوني وممكن نستقبل أسئلة وهتبقى فقرة حلوة قوي قوي دخلوا عليها طيب ندخل بعد كده على برج الميزان طبعا النهاردة وبكرة انت مالك من ملوك الحظ عندك طاقة استقلوا اليومين دولار لمصلحتك وخلاص كل حاجة في النهاردة وبكرة بعد بكرة الأمر هتنقل برج السرطان فبتبقت عطيلات تأجيلات خناقة مع البارتنر بتاعك مشكلة ممكن تحصل في الشغل عندك طاقة حسد طاقة كسل طاقة عصبية شوية ميزان فحضروا مليومين دولار بعد كده في ولادة أمر جيد في برج الأسد بتدعمك وبتديك بداية جديدة وانتلاقة جديدة يا برج الميزان ندخل بعد كده على برج العرب عرب النهاردة وبكرة انت بتشعر بالوحدة بتشعر بالانزعاج عندك طاقة خزلان طاقة مش قادر زعلان متدايق مخنوق مش عايز تعمل اكتيفتيز شوية طاقتك مخفضة شوية ممكن تكون متدايق مش عايز تكلم مع حد مش عايز تتعامل مع حد بعد كده انت يا برج بعد كده يا برج ماشي اوكي بعد كده يا برج العقرب خلي بالك هيبقى عندك يومين حلوين قوي يوم 13-14 الأمر موجود في برج الميزان فبيدعمك بيخليك أنرشي حلوة مبسوط فرحان عندك لقاء عاطفي حلوة تبسط عندك حظوص حلوة بتقضي يوم حلوة يوم تجمع عائلي حد تسمع كلام حلو حد بيسقف لك حد بيدعمك فيومين حلوين يومين مدعومين جدا جدا يا برج العقرب ندخل بعد كده على برج القوس النهاردة وبكرة طبعا قلنا نتخلوا بالكو تحذروا دايما لما يكون الأمر في برج الجوزاء برج القوس في موجتك في الدائرة الفلكية فبيأثر عليك بيخليك منزعج بيخليك مخنوق بيخليك مش مبسوط بيخليك متدايق بيخليك out of the mood فتكر يا برج فتكر يا برج تكر كده يا برج القوس بعد كده الأمر هتنقل لبرج السرطان بتبدأ تهدى تبدأ بقى تأجيلات تبدأ تمشي عندك مشاور في الشغل شغل كتير بس بتنجزوا بتخلصوا فأي حاجة مهمة يا برج القوس تأجيلها للسابت والحد اللي هم بلاش تعملوا أي حاجة النهاردة وبكرة أعودوا كده خطوا قديك على خدك أعودوا سكوتو متعملوش أي حاجة أعودوا كده مبلاش أي حركة أعودوا كده هنجوا هنجوا عادي بعد كده الجدي النهاردة وبكرة عندك صفر عندك شغل كتير عندك حاجة متعصب متنرفز متخدق مع البرتنر بتاعك في زعل في خصام out of the mood كده مش مبسوط حالتك الصحية والنفسية مش أفضل حاجة بس أنت بقى تخلي بالك أكتر وأكتر السابت والحد والاتنين لأن الأمر هيتنقل برج السرطان في وشك في الدائرة الفلكية فأنت لو وراك حاجة برج الجدي إنجزها وخلاصها النهاردة وبكرة لأن هم أفضل بجدير من السابت والحد لأن السابت والحد يومين بقى أنت هتحس أنت تقطق رايحة مش قادر impassionate يعني بصراحة لأربع تيام دول ربنا يكون فوقنا كموري برج الجدي قد على جنب كده أو جنب الحيطة ويسكوت كده طيب الدالو النهاردة وبكرة عندك خروجات عندك تعرف على ناس جديدة وثق في نفسك شكلك حلوة عندك نيو لوك بتعمله عندك أنرجية عندك طاقة احتفال بتتبسط من أول سابت وحد بقى تحس إن فيه خنقة ممكن تحصل حد يتعصب عليك حد يتنرفز عليك حد يقول لك كلمة مش مش ما تحسش إن انت تحس أن طاقتك شوية بعد كده المشكلة أن انت لازم يا برج الدالو تخلص كل حاجة لأن عندنا للأسف من أول يوم 15-16-17 في ولادة أمر جديد في برج الأسد في وشك في الدارة الفلكية فده ممكن يعمل لك بقى مشاكل مع البارتنر بتاعك انفصالات تحسن تأجيلات تعطيلات فبرضو انت الأربع تيام دولت على قد مهم يعني النهاردة وبكرة أي حاجة مهمة عملها وخلصها وبكرة بالذات يوم حلو أنت تنجز لأن برضو يعني النهاردة وبكرة أحسن من يوم 13-14 و15-16 و17 بقى خلي بالك خالص آخر برج هو برج الحوت النهاردة عندك شغل كتير عندك حركة كتير بتقضي وقت مع العيلة يعني مشاور كتير بتحرك كتير قوي بتروح من هنا بتيجي من أنت تنطيت كتير يا برج الحوت بس أنا شايفة أن أنت أفضل وأفضل بكتير طبعا يوم الحد والسابت والحد اللي أمر في برج صديق لك بتقضي وقت حلو عندك لحظات رومانسية بتستمتع بلقاء عاطفي حد يقول لك كلمة حلو بتسمع كلمة حب بتسمع كامبليمو عندك طاقة حد بيكراش عليك حد بيفلورت عليك وشايفة أن عندك طاقة حلو يبقى خلينا نراجع تاني النهاردة وبكرة خميس وجمعة الأبراج الهوائية انطلقوا يعني معاكم برج مين معاكم برج الأسد والحمل برج القص يقض على جنب ويقض ياخد كده ساتر بعد كده 13 و14 الأبراج المائية السرطان والعرب والحط انطلقوا وبسطوا واملكوا اللي انتم نسوكوا فيه معاكم مين معاكم العزراء والطور الغلابة الجدي بقى يقض على جنب كده ويقض ساكت بعد كده 15 و16 و17 الأبراج الهوائية انطلقوا وبسطوا كمان فيه حدث فلكي مهم جدا جدا وهو ولادة أمر جديد ولادة أمر جديد يعني قسعوا على البدايات قسعوا على أي شيء عايزين تشتغلوا عليه أي بداية جديدة اشتغلوا عليها ديور بست حوله هو أصلا شهر زي ما قلنا شهر أغسطس وشهر السعي شهر العمل المستمر ففيه ولادة أمر جديد في برج الأسد بتحث على السعي بتحث على العمل أي حاجة نفسك فيها وحاجة عايز توصل لها ومنها عايز تحقق اشتغل عليها وتقدر توصل لها ف فيه حد بقولي انت سريع جدا جدا معلش يا أستاذ مصطفى يعني بحاول أنجز بس فأنا بكلم بسرعة دي حقيقة بعتذر يا جماعة السرعة بتاعتي أنا رشا مراد بعتذر رشا ببعت كتير جدا على الإيميل وانتي مش بترده يا جماعة أنا بعتذر لأن الإيميل هو شخص واحد بيرد أنا عايز أقول بس ان احنا الحمد لله بيجلنا الكوستات كتير جدا الاستشارات خاصة الحمد لله يعني هذا من فضل ربي الحمد لله الحمد لله فعشان الشخص يرد على مثلا 300 مستش في اليوم من جميع عن حق العالم بلغات مختلفة أو بيعني موضوع صعب فيعني بعتذر يعني إن شاء الله في الفترة الجاية نعين حدي تاني يرد على المسجيات ويرد على الإيميلات فبعتذر بعتذر بعتذر شكرا قولوا لي بقى حكوا لي بقى بتعملوا ايه في الويك أن بتاعتكو قولوا لي ايه طقة الويك أن ده احنا عندنا في مصر وهو هو هو ويك أن طويلة طويلة فقلوا لي بتحبوا تعملوا ايه وحتى أخبار الجاو عندكم ايه النهاردة النهاردة في مصر الجاو حلو قوي 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 جاو منعش كده فقلوا لي الجاو عندكم حلو ولا لا I love you بحبوكو جدا أشوفكم في فيديو تاني باي باي مع السلامة وقلوا لي تحبوا نتكلم عن أبراج ايه الفترة الجاية وقلوا لي ايه طقة المسيطرة عليكم النهاردة يعني أنا نهاردة كبرج الحزراء كان عندي شغل كتير قوي كان عندي مشاور كتيرة اليوم سريعة سريعة قوي اللي هو حركة يلا حركة من هنا ل هنا يعني روحت مصر جديدة من بعد مصر جديدة روحت الرحاب صلحت موبايل لبني والله يا جماعة يا ريت جماعة طب الروعات بقت تشتريوا موبايل جديد لبني تشتري لي لابتو تشتري لي زماعات فروحت صلحت موبايل عمر موبايل عمر بالله يعزين يا جماعة بيبوث هو آيفون بيبوز مرتين في الأسبوع كل مرة بيصلحه بألف جنيه وقعه هو بيستحمه أخذ الموبايل وقعه في البنيوم شير في ماء لحد أنا كحف فرقت غيرت له مش عارفة البوردة بتاعته غيرت حاجات كتيرة قوي والله ده فعلي ألفين جنيه فتعبت يعني بعد كده استنوا بس بعد كده روحت مصر الجديدة يعني أنا روحت النهاردة بصوا مصر الجديد الصبح بعد كده رجعت على الرحاب بعد كده روحت مصر الجديدة بعد كده رجعت على التجمع فقدرين تحسوا في مشاوير مشاوير بكرة عندي بياردو مشاوير كتيرة قوي قوي في حد يقولي بيقولي هجيبلك هدية موبايل والله يا جماعة أي حد عايز جيبلي عمر هدية موبايل أو لابتوب أنا موافقة اللابتوب بتاعي بقى كل يومين عارفيني أنه هو لما بيتفتح وبيفتح يجيقفلو مكسر للشاشة احنا عندنا الثلاث لابتوبات شاشتها مكسورة بسبب عمر يعني مش عارف أعمل إيه مصدر الخراب في العيلة برج الدلو فانطلع عيني بجد يعني أنا بقول الراجل بيصلح موبايلات ده وشغال علي أنا وأمر والله العصير الراجل بيقولي النهارده والله يا أستاذ الرشاد تبتصعب علي يقوله إيه ابني بقى ومش كما ما صلحتوش الواد ممكن يسكب كده ويتجنن فخلاص بصلحه وخلاص وانا سكت يعني عامل إيه بكتم في نفسي قولولي هووز يوردي قولولي إيه بقى الطموحات بتاعيكو في الويكند يا جماعة فيه مسلسل بقى لبناني إنما إيه فضيعة باتفرج عليه اسمه كريستال تفرجوا علشان هيجيبكو قوي وهبعتلكو الموقع بتاع البيع والشراء وأي حد حبيبي يعلن فيه بيعلن والتيم هيقولوكو عالكوميشن اللي التيم بياخدو تانكيو باي مع السلام